طيب زي ما انتم عارفين احنا هنا دايما بنكون لسان جمهور النادي الاهلي وكل اللي بيشغله وبنتابعه من خلال الصفحات المختلفة على السوشيال ميديا وده طبيعة البرنامج في الحقيقة وأكيد حضركم متعودين منه على الجزئية دي تحديدا اللي شغل جمهور الاهلي على مدار الساعات السابقة وهو بعد معرفة حكم مباراة اليوم بين الاهلي والوداد وهو الزنبي زيكا زوي ففي مواقف كتير جدا الارجل ده مش مع الاهلي بس السمعة يعني فيها كلام وعليها كلام كتير قوي هو حكم من زنبيا موليد 79 نضم القائمة الدولية 2010 المهنة الرئيسية مدرس كل هذه الأمور لا تشغلني أنا اللي يهمني اتهامات بالجملة وإقاف حدث بالنسبة للحكم الزنبي واجه دايما اتهامات بالجملة أصحاب الأرض نوبي بيكون متحيز لأصحاب الأرض وخاصة في احتساب رقلات الجزاء أدي واحد اتنين نادي أول أغسطس الأنجولي قدم شكويتين للكاف وللفيفا مطالبا بعادة مباراته ضد الترجي في بطولة دوري أطال أفريقيا في نوفمبر 2018 أعتقد على ما أتذكر كان دور نصف النهائي وإحنا كلنا فاكرين هذه المباراة وهم كمان في شكواتهم يعني طلبوا أن المباراة يتعاد على أرض محايدة وكمان طلبوا معاقبة الحكم حلو حلو كمان لجلة الانضباط بالكاف قررت إيقاف الحكم الزنبي في دور الستاشر في نوفمبر 2018 عن مزولة نشاط قرورة القدم بسبب تحيزه للترجي التونسي طبعا الترجي مش طرف في المباراة النهاردة لكي احنا بنسرد مواقف الحكم ده وإيه اللي تعرض له على مدار السنوات السابق كمان خضع لجلسة استماع في مواجهات أو في مواجهة اتهامات بالفساد والحصول على الرشوة من الجانب الفريق التونسي اللي هو الترجي التونسي عقب جلسة استماع تم تبرئة الحكم مع الاكتفاء بمدة الإيقاف لمدة أربع شهور هم برقوا من الرشوة لكن وقفوا أربع شهور وعاد لإدارة المباراة في مارس 2019 أنا هنا بقى عندي تساؤل للاتحاد الأفريكي واللجنة الحكام في الاتحاد الأفريكي لكرة القدم إيه اللي زانقكوا على كده؟ إيه اللي زانقكوا أن أنتوا تجيبوا حكم؟ عليه شكوك وعليه كلام كتير جد ليه نحط نفسنا في الموقف ده؟ أنت دلوقتي في مباراة كمة أفريكية أهلي وداد فين بقى؟ ده في دور نص النهائي فأنت دلوقتي مش عايز يبقى فيه جدل تحديداً بعد البطولة السابقة واللي حصل ما بين الوداد والترجي المفروض المباراة اللي زي دي كلجنة حكام الأول وكالتحاد الأفريكي لكرة القدم بيراجع أكيد قرارات لجنة الحكام في الاتحاد الأفريكي أن أنا أختار الحكم الأنسب لهذه المباراة الحكم اللي ما فيش كلام كتير عليه عشان أحمي نفسي من أي انتقادات بعد كده ممكن تحصل لو الحكم ما كانش موفق في المباراة اليوم فأنا بصراحة حاجة غريبة بالنسبة لي يعني ليه الاتحاد الأفريكي بيحط نفسه في المواقف البيخة دي؟ فدي نقطة غريبة هتقول لي أنت ممكن تكون بتطلع مبررات للفريق عشان لا تقدر الله وخسر لا الفرقة لا سمعنا دلوقتي ولا مسكين موبايلاتهم ولا حاجة الناس مركزة في المطش وإحنا مش من نوع اللي بنطلع مبررات خالص للفرقة وإحنا أول ناس لما الفرقة بتبقى وحشة بنقول للأهل النهاردة كان وحش لكن لو فيه أخطاء تحكيمية وردة وممكن تحصل لكن مبالغ فيها هنتكلم وبكرة احنا مع بعض في التريند وحنقف عند كل خطأ تحكيم لكن ده لو احنا خسرنا كورة هنقول يا جماعة احنا اقول الناس هنقول ان احنا خسرنا كورة لكن هو استغراب في الحقيقة بسبب حكم مباراة اليوم الزنبي زي كازوي في كل الأحوال نتمنى له التوفيق وعن تابع المباراة النهاردة والأهم بالنسبة لنا فريقنا يكون موفق إن شاء الله ويحقق هدف ويسعد جماهيره فاصل سريع وبعده تفاصيل بقى تتعلق بالنادي الأهلي على السوشيال ميديا النهاردة استنون